نعم بارك الله فيكم هذا حد الأخوة يقول ورد عن الرسول الحديث التالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يسأل عن هذا الحديث وما المقصود نعم الحديث صحيح وهذا في الآية الكريمة ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فلا يجعل اليمين حائلة بينه وبين فعل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف ورأى غيرها يعني غير المضي فيها خيرا من المضي فيها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه نعم